التونسي سعيدة جدا بقبولها لدعوة بتاعنا لأول مرة في قناة حنبال و لأول مرة في برنامج عيادة لجميع الدكتورة مينيل الزغيدي دكتورة صيدة لانية مختصة في العلاج بالنباتات الطبية والتب التكميلي شكرا لك دكتورة مينيل الزغيدي شكرا لقبولك الدعوة بتاعنا دي بلاس مو من سفيقس جاتنا ممسور لهنا غيان كو بشتعطي النصائح لسيدة المشاهدين شكرا لك دكتورة مينيل الزغيدي على قبولك الدعوة بتاعنا مرحبا بيك مرحبا بك أميرا مرحبا بالجميع المشاهدين وشكرا على الاستفادة في حديكم مرحبا بك تداوي بالأعشاب الطبية نحكيه على اللوندو بيوجيني والطب الإدماجي اللي هو قلت لي في الأوف الدكتورة اللي هو ماهوش جديد رهو قديم يتقرأ من بكري في الفاكترين منذ التسعينات بدأت تقرية ما يسمى بالأوفيو معناها تعليم بعد الجامعي يتقدم للصيدلة والأطباء تحت إشراف كلية الصيدلة بالمنستير بالتعاون مع الجمعية التونسية للنباتات الطبية تم تكوين العشرات نجم قلو حتى المئات من الأطباء والصيدلة وتود تفتح التكوين هذية حتى البقية للاختصاصات في المجال العلمي كما نقوله يعني كل إنسان مغروم بالمجال هذية وعنده تكوين علمي مسبق ينجم يشارك في التكوين هذا اللي إن شاء الله من السنة الجامعية المقبلة 2022-2023 بشيوان في شكل شهادة للدراسات التكميلية في اللوندوبيوجينين ميتسين انتغراتيف معناها العلاج الكلينيكي بالنباتات الطبية وبالطب الإدماجي لابوغ دكتورة مانيل زغيدي انتي فوزيت دكتور انفارماسي مختصة في النباتات الطبية وهذا التكميل وقلنا راهوا ما ليش نحن بمنأة معناتها على اللي كونه اللي غوفيدو بخايس وكل العلماء أجمعوا على اللي كونه صحيح فما أنا بوغ راهوا متاع هالنباتات الطبية عندها أنا بوغ للمريض طوان بوغت شنوه نوعية المرض ولكن ثم معناتها قواعد خاطر احنا كتقول التونسي راو ثم معناتها الأعشاب التبية معناتها تجم تنفك مكتر في تونسي يمشي ديريكت معناتها يخلط هذه في هذه ثم معناتها الهني فما قانون معناتها يمنهج هذا شكون اللي نجم يعمل هالعلاج بالأعشاب التبية شكون قادر بش يعمل هالخلطات هذه أس العبادة لكل كيف كيف وإلا فما معناتها خاصة الرقابة بس ما ندخلوش في مبدئيا 70% أكثر من 70% من الدويات اللي موجودة في الفيدال اللي هو القاموس بتاع الأدوية اللي يعتمدوها عالميا هي جاية من نباتات معناها على الأول اكتشفوها في النباتات وبعد في بعض الأحيان لأنه ما نجموش نوفروا ساعات النباتات بكمية كافية ولا يصنعوها بطريقة كميائية سنتيتيك نباتات منذ ألاف سنين كانت هي معناها الملجأ صور الإنسان باش يداوي روحوا وباللبسيغ بسنوع معناها كيفاش العباد كانت تتعيش قبل أحنا توصلنا باش نخرجوا العديد من الأدوية كما مثلا الأسبيرين كما بعض حتى الأدوية المضادة للسرطان فما برشة أدوية اللي هي البعض المتاحة صحيح المتاحة جاية من نباتات لكن معناها الغلطة وين تصير أنه أحنا كنحب ونستعمل النباتات من غير ترشيد يعني من طرف الأطباء أو الصياد لعلى خاطر النباتة كيما تجم تنفع في بعض الحالات تجم تكون غارة وتجم تداخل مع بعض الأنظمة العلاجية ومعناها ويولي المريض حياته في اختار معناها خطر بش نعطي مثال مثال الثوم اللي برشة عبادة تحب تأخذ ثوم تقول لك بش تحميم السرطان يقول لك الثوم به برشة ينظف بطورة سياق وليه قوي المناع اي اي هو صحيح ويودة بتاع الكوفيد تختار 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 ومعناها ثوم اي ولا معناها نابل اي لكن الثوم كين كفروا منه بش يولي يدخل في التوازن بتاع تخفر الدم بش يولي يخلي الدم يجري ياسر بش يولي ينجم يشكل خطر متاع نزيف خاصة للعباد اللي تاخذ في أدوية تخفر الدم تخفر الدم كيف ينجم يأثر على المعدة ويتسبب في تقرحات هذه هي المشكلة مش في النبتة في حد ذاتها ولو انه فما نبتات سامة هذه اللي لازمنا نتفاديوها واللي وغرب انه ساعاتنا لقاو البعض منها تتبع في الأسواق وكل اللي عبادة تمشي تاخوها هي منين تجيل غلطة انه خطر ساعات تلقى نبتة سامة ونبتة أخرى تشبه لها بنت عمها اللي هي تنفع ويصير التباس واختلاط وقت نجمع النبتة هذيك ويدخلطهم بعضهم وتتبع للعباد وتجم تتسبب في معناها حالة تسمم ساعات خطرها تجم توصل حتى للموت وهيك علش كي مش ناخدوا نباتات أو مستخلصات نباتية ماذا بينا ناخدوها من عند العباد اللي هي معناها من أصحاب الخبرة وأصحاب المهيد والله يا إما باش نمشي والطبيب مش ينصحنا ويعطينا معناها خلطة متع نباتات اللي مش تتعمل عند الصيدلي أو نمشي والصيدلي خطر ثم بعض النباتات وبعض كما نقوله الإضطرابات اللي ينجم الصيدلي اللي يبدأ عنده كفاءة في العلاج بالنباتات الطبية ينجم ياخذ من عندك بعض المعلومات وينصحك بها وكان معناها استوجب الأمر أنه هو يبعثك لطبيب مش تعمل عنده معناها يعمل لك فيزيت ويعطيك الدواء خطر ساعتك يبدأ عبد مثال مثال هاو بشو يقولك المريضك يجي يبدأ عنده عرض مقلقه يجي يركز كام في العرض ما يجيش يقولك مثال أنا عندي سكري ولا عندي ارتفاع ضخط دم ولا عندي الكلاوي مقلقة دونك أنت مش تنصحوا للعرض هذك معناها كان تخفل على أنك تسأل تاخذ شي في الدوية عندك شي أمراض أخرى تجم تتسبب في أنك تزيد تقزمه لمرض متاعه مثال كما واحد يقولك أنا نحس بروحي كرشي يخرج شوية بعض ركضان ميكلة السكر وكل عندك شي حاجة بش نعمل كما بعدك بش نحكيه عليها ديتوكس ديتوكس ثم بعض الأدوية معناها المستخلاصات النباتية اللي صحيح تمشي للديتوكس لكنها تتعب الكلوة يعني كان واحد هو عنده تنسيون وإلا عنده بداية قصور كالوي أو عنده مشكلة في الكبد أو عنده حجر في المرارة ينجم يكون سبب مش أنه مثال تولي عنده تجيه أزمة متاع كريز في المرارة أو أنه الكلاوي متاعه يتعبوا أو أنه التوازن متاع ضغط الدم متاعه يتفرعس في اللبدا يعني أنه نعطيه النباتات باش نسهلوا على المريض الحياة متاعه باهي لكن زيادة لازمنا ناخده بعين الاعتبار الحالة الصحية متاعه على المريض وهذا اللي نقراوها احنا في الفاكولتين مع الجماعية التوليسية النباتات الطبية يعني نقدموا دروس متكاملة كيفاش نجموا نعديوا فيزيتا متكاملة للمريض باش نعطيه في الحالة معناها حالة الأرضية متاع المريض كيفاش بدنوا وصل صناعة هذيك المرضى باش نجموا احنا نعاونوه بالتعاون زيادة مع أطباء المباشرين خاصة كنبدأ عنده أمراض مزمنة ولا أمراض غزينة باش معناها نكونوا ديما في تواصل مستمر باش احنا نعطيه النباتات اللازمة بالدوزة اللازمة اللي هي باش تزيد تحسن من فعالية العلاج وتنقص من الأعراض وتسرع نوعا ما في أنه المريض يبرأ يبرأ في حالات يتحسن فما أمراض باش فما أمراض تجم تبرأ وفما أمراض مو نحسنوها أو منخليوهاش تزيد تطوروها لنحسنو حتى الكاليتات فيه في حد ذاته وقتل يجيك ترجمة نانسي قنقر